يكون رشا هو الفيصل في هذا الأمر يعني حينما يصدر البيان عن مؤسسة عسكرية أردنية سيكون بيان دقيق لأنها هي المخولة حقيقة في أن تقول داخل الأراضي الأردنية أو غير أراضي الأردنية لأنه نحن نتحدث بالرجوع إلى البيان الذي صدر عن الإدارة الأمريكية نتحدث عن قاعدة أو تواجد عسكري أمريكي وبالتالي المؤسسة العسكرية الأردنية هي المخولة في أن تبت في هذا الأمر وتقول لنا ما إذا كانت فعلا هذا الاستهداف حدث داخل الأراضي الأردنية أم في الأراضي السورية وهناك لبس في هذه الرواية وفي هذه القصة